ذكاء الأطفال يمكن أن يكون مكتسباً أو متوارثاً من الآباء بصورة محدودة توجد عوامل متعددة تؤثر في تطور ذكاء الأطفال من بين هذه العوامل هي الوراثة حيث يمكن أن يرث الأطفال بعض الصفات الذكائية من والديهم الدرسات العلمية تشير إلى أن هناك تركب جينية قد تؤثر على مستوى ذكاء الأفراد ومع ذلك يجب أن نلاحظ أن البيئة والتربية تتلعبان أيضاً دوراً هاماً في تطور ذكاء الأطفال الأطفال الذين يعيشون في بيئة غنية بالتحفيز العقلي مع توفر الاهتمام والتحفيز العاطفي من قبل الآباء والمربين غالباً ما يظهرون مستويات أعلى من الذكاء والتفكير الإبداعي بالإضافة إلى ذلك الأطفال الذين يحظون بتعليم جيد وفرص تعلم متنوعة وتحديات ذهنية يمكن أن يتطور ذكاؤهم بشكل أفضل التعلم المستمر والتحفيز الذهني يساعدان على تطوير المهارات العقلية وتحسين الذكاء بالتالي يمكن القول أن ذكاء الأطفال هو نتيجة تفاعل معقد بين الوراثة والبيئة يجب على الآباء والمربين توفير بيئة غنية بالتحفيز العقلي والعطفي للأطفال بالإضافة إلى توفير فرص تعلم متنوعة وتحفيز الفضول والاستكشاف لتعزيز تطور ذكاءهم وقدراتهم العقلية ترجمة نانسي قنقر